أصدر صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشان إنشاء جامعة كلباء ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى جامعة كلباء لها مسمى باللغة الإنجليزية وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري كما نص المرسوم على أن تكون جامعة كلباء برئاسة السموة وأن يصدر قانون بتنظيم جامعة كلباء وكلياتها وأقسامها وإدارتها وكافة شؤونها